كيف حالكم اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي معاكم جيدة من قناة عائلة جودي والنهاردة انا عمي بيزي بس قبل ان نبدأ بيزي عازك بص الفيديو ده الالفين لايك المقدمة الشهيرة بتاعتكو اصحابكو بقي وصول الفيديو الازياد من الفين لايك اساسا طيب طلبوا مننا ايه في التعليقات؟ مزاكرة بس احنا مفيش عندنا يوم فاضي فلازم اليوم يبقى في الف حاجة مع المزاكرة النهاردة عندنا ايه مع المزاكرة؟ دروس عندنا دروس الدروس مع مين؟ مع ماما درسين انجليش مع مين؟ تانية بفدائي ما انت درس وهي درس يبقى الاتني يبقى كام؟ درسين درسين هاخد دلوقتي جيدة وهننزل الدرس بتاعها وبعد كده جودي في طيرا على فكرة عملت عكسك والله عشان الفلاش ضرب في وشك وبعد كده جودي هتنزل لنا كمان ساعتين اه درس بتاعها بتاع سنة ستة ولما نرجع نبقى ايه؟ واجبات و ايه؟ وكمان مزاكرة بغير البندانة اللي انت لابسها دي مش انت عندك بندانة بينك؟ ايوة وعندك بندانة كشمير؟ ايوة لابسها بندانة صودة ليه؟ مش عاها لقيتها قدامي لقيتها قدامي؟ اوه طيب يلا ما علينا الجيش قال تصرف الجيش قال تصرف؟ يلا يا جيدت عشان ما نتقخرش؟ يلا بينا يا رب العو يكلك من طلع الدرس بتاعه ديني وشك طيب استلم علي؟ خلاص فاضر دور واحد ما عليش يلا ايوة وانت بتاخدي ايه؟ واحنا باخد الدرس انت بتشوشي وانا بكلم وانا بصور اختك صح؟ اما ان شغلت في الدرس صح؟ دلوقتي مين اللي بياخد الدرس؟ انا اوه خدوده 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 مين اللي بياخد الدرس؟ انا خدوده حاملين يا نورة؟ حاملين يا بنات ومعانا جودي وهيا مندمجة في الامتحان حد يساعدني مش عارفة تكتب هنا فبتكتب هنا لما تفريدي الكتاب وتكتبي عيدا لا بس ممكن اكتب تحتيها في سؤال تاني يضيع بس في الامتحان لازم تكتب هنا اللي بكتب جوه اساسي الامتحان كله ورعتين معانا دكتورة ياسمين طبعا انا واسقة فيك وانت كمان فيك انت واسقة انا فين جيت ايه يا قلبي ومعانا بباش مهندسة جيدة ماريم كل مرة تقول لي ايه؟ هي ليه جيدة كل مرة بتيجي تكتب جداول الضرب تحسوا يعاني محدش يهز الترابيزة بقولتلك بتحضر رسالة الماجستير جيدة يعاني نزدت جوه جداول الضرب ما طلعتش من اول الترم من ساعة ما نزدت جوه الجداول مش راضية تطلع خالص عايزة ايا ماريم؟ اللي بتحن سالة ولا صعب؟ صعب جداول ها ميوزة ليه دو يو بص في المراية دو يو بيقولك دو بيقولك دو يو بص في المراية ايوة لما يود بص في المراية اشش انتفقناش على كده ايوة شطورة ولا دي شطوري ولا عرفك ولا عرفك ما تسبلي ليش يلا حلي محدش هيقعد يسأل غير ماريم لاخر اللي والله حلي وفي الاخر يعاني وفي الاخر يعاني تنعص درجة نص درجة واللي ما بيسألش هو اللي بيقفل معاك يا ماريم قولي يا قلبي اول مرة تنجحي بالله عليكي التنمي اللي فات الحسن اللي فات مقص درجة وعيطت في اسم بابا في البنكتوشن طب بس مستغرب انا صورت اللي ما كنتش خلاص هصور انت بتقولي اول مرة انجحي انت اول مرة تنجحي لا انا بنجح كتير اما لا اول مرة لأ ما نجحت هي اصداها يعني عوضت المرة اللي فاتت بس هي شو زا ما بتعرفش ترصت الكلام انت هتشلقينا لو ماما والله العظيمة هتشليني انت هتشليني كتبت كل الكلمات الصعبة صح وجايف كلمة غزالة ومش عارفة شطورة 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 اكسل عند خمسة من خمسة خمسة جميل انتو بتهزوا الترابيزة وانا بقى اكتب الخط بيطلع وحش شطورة لا انا اقولك صح ولا غلط انا ابقى معاك في المتاحة اقولك صح ولا غلط انا مدرسة تلع نوو عندك افري داي عندك مفتاح بيقولك افري داي جعل ورا يا شو زا ما عرفش شو زا شو زا عندك افري داي عندك افري داي انا عايز اوركوا واحدة هيجي لها ارتجاج لو ما افلتش هيجي لها ارتجاج وربنا هيجي لها ارتجاج طب مبدأين انت بضلك الحتة دي ماشي انت بخوت كل دا دا هو عايز دي ودي عايزة الدرجة هنا اوريسا عايزة دي ودي نفسيتها تعبينى نفسيتها تعبينى استان هو استان من روح من انت شطورة بس مش عارفة ليه دايما انت تقف معاكي على درجة على نصف درجة يلا دور ياسمين دور نورة من خلص الدارس شكلي امر من خلص الدارس انا من خلص انا عايزة كنت تقوليني اي راي خفل في الزعرورة دي لا امر لسعب الزعرورة انا من خلص الدارس انا انا ونكمل لهم بقى اليوم عشان هما كانوا عايزين من جودي تصور يوم في مذاكرة ودروس تمام ده كده مصط اليوم دي افتر واحدة مجنناني ايوه دي ادعولي ادعولي بسببها يلا بينا وقت المذاكرة وفي واحدة صاحبتنا بقت كنوشة خالص بس لمانا شعرنا ووريهم ادي فيرة جينا ايه جينا لمانا شعرنا وعملنا طفيرة مش عارفة شكلها بقى عامل كده لها بس شكلها عسل ولمانا شعرنا على قد ما قدرنا بس في برضو هنا كنوشة 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 ايوه متفقين ده كده ايه دي كده المذاكرة بتاعت جايدة عملنا شاي بلبن وبناكو هناكل بسكوت شاتو في واحد هنا مفتوح في واحد لسه مقفول في واحد صاحبتنا كانت بتاكل بسكوت تاني وراح فين مخبية ليه وقع طيب هنذاكر انا وجودي علوم قبل ما نذاكر عايزين نقول لكل اصحاب جودي العلوم والدرسات بيتفهم ما هو بقى سهل عشان بقى يتفهم عايزين يحفظوا او يفهموا او يعرفوا يحلوا علوم ودرسات بشكل سريع وبشكل سهل يفهموا سواء حد هيفهمهمهم بالروحة او هم كده يعودوا يقرؤوا الدرس على مهلوم ويحاولوا يفهموا انما لو قاعدوا يحفظوا 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 مش هيقداروا تمام فجودي كان عندنا ازمة اه والله بجد كان عندنا ازمة وكانت بتاخد اه فيهم درس ومع ذلك ما كانتش بتعرف تحله كانت كان الموضوع بالنسبة لها صاب بس من ساعة ما بقت تفهموا معايا بفاهم هلا ايواء العلوم والدرسات تمام دلوقتي احنا هنذاكر علوم هنذاكر درس المسباح المصابيح القهربية يا شطورة طب لم يقصتك من هنا كده شطر 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 قولي بقى كده من اللي اخترعوا من اللي اخترعوا المسباح توماس ايدسون كان توماس ايدسون تلميزة ذكية يسأل ويبحث فيجلب لهم يكتشف احد مهروته ولكن امه هتمت به حاجة حاجة اللهم بارك والله دي حفز الدرس انت شطرة خالص انت شطرة خالص يلا كتابي دلوقتي هنذاكر انا والانسة جودي تمام درس المصابيح القهربية فين الانم الاحمر انت خدتيها جيدة ولا ايه لا اهو جنبي 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 لقيته لقيته طيب اول حاجة المصابيح القهربية اتفقنا ان احنا لازم نقرأ الايه الايه اقرأي بقى كده يا جودي اول حاجة ما هي مصادر الدوق اول مصدر من مصادر الدوق وهو اهم مصدر ومصدر طبيعي هو مين هو الشمس طيب اول حاجة اعتمد الانسان نهارا على الشمس كمصدر دوق كمصدر طبيعي للدوق عندما تغرب الشمس اه يبحث الانسان عن وسائل ايه تعينه على الرؤية والعمل فيبقى محتاجة غير الشمس كانوا بيستخدموا ايه يا جوجو الشموع والمصابيح الزيتية اللي هي الزيتية اللي هو المصباح ده بيسموه لمبة الجاز بجد والله بيسموه لمبة ايه الجاز تمام ده الاستاذبوري هقولك على ده ده كده المصباح الزيتي ده كده المصباح الايه تمام طيب مع تقدم العلم والتكنولوجيا المشاعل والشموع والمصابيح ده كان اسمه ماشا على اوه حاجة زي كده زي الفنوس في معظم دول العالم وحل محلها ما يعرف بايه يبقى اول حاجة اهم مصدر من مصادر الدوق كانت الشمس بعد كده بقوا يعتمدوا بالليل على شموع المصابيح الزيتية على اسمه ايه المشاعل تمام مع التقدم بقى التكنولوجيا وكده ظهرت ايه المصابيح الكهربائية ما هو المصابيح الكهربائية استني انا عايزك يتيجي جنب عشان اصحابك كده شايفين الكلام متشقلب تمام ايوه يا السلام طيب المصباح الكهربائي التعريف مهم انك تحول على قد ما تقدر يتفهمه وبيقول ايه انك لازم تكتبي حاجة شابهه او هو تمام اداة لتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة ضوئية يعني يحول الكهرباء لنور او ضوء اداة الله ريحت الشاي بلبنطلع حال وقوي والله العظيم لا استنوا نشرب الشاي بلبن خد انت كوباية البنك شان انا لسا شخطة فيها من شوية خد انت كوباية السرقة وانا انا باشرب في الدبدوبة بتاعتي اقول لهم انا شخط في جودي ليه اقول لهم انت زعلنا ازعالي ازعالي ولو اصحابك عيرفوها اصحابك هيزعلوا منك ينفع جودي ينفع جودي تزعل جيدة اوه نو 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 ما ينفعش لا 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 لو حاجة حصلت انا لا اتصرف انما جودي اللي تتصرف ازاي اضرب ازاي يا ساتر رب اخت شريرة عوي اخت شريرة عوي 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 يا ساتر يا رب طيب يلا نكمل مذاكرة اشربي وانا هفهمك يبقى المصباح الكهرابي هو ايه اداة لتحويل الطاقة كهرابي الى طاقة مميزاته اول حاجة ايه اول حاجة بيدينا ضق صافي وبرق يعني ايه صافي يعني واضح مفيش فيه اي شوائب لان الضق اللي كان بيطلع من اللمبة دي كان بيطلع منه دخان اسود كده اه والله اللي هو دخان بقى حرق الجايز نعم ايوه اهي زي النجفة بتاعتنا اللي فيها لمبة مش منورة تمام انما طبعا ايه انما المصابيح بتدينا ضق صافي وبرق برق يعني بيلمع تمام زي ما هو بيلمع هنا كده دلوقتي تاني حاجة ضق خالي من الايه من الدخان والابخرة والروائح الحاجات دي كان بتطلع دخان اسود وروائح كده شبه اه شبه الدخان والحاجات دي تمام سهلت الاضاءة والاضفاق بالزرار تيكي اشتغل تيكي يتفي عن طريق المفتاح الكهرابي انما ده عبي زيت ولا عكبريت ازبط ريشة ولا مش عارف اسمها ايه الفتلة دي ولا اسمها ايه مش عارفة ولمع الازازة وحاجة واجع قلب على مالك يا كوكو انما هنا سهل سهلت الاضاءة والايه والاضفاق عن طريق المسباح الكهرابي يبقى نقول مميزات المسباح الكهربائية تعطي ضق صافي وبرق خالي من الدخان والابخرة والروائح وسهل الاضاءة والاضفاق تمام تمام حلو كده الطيار الكهرابي ده تعريف ايه هو الطيار الكهرابي الطيار الكهرابي هي الشحنات الكهربائية اللي بتمشي في الاسلاك يبقى أيه يبقى هي ميترو اضرابك وانت مسك الشاي بلبن اضرابك اعدي لي شعرك اللي خارج لبره ده اعدي لي شعرك ركزي معايا ساريان الشحنات القهربية خلال مده موصلة للكهربا مثل اسلاك النحاس والاليمانيوم يبقى الطيار الكهرابي هو ساريان الشحنات الكهربية جوه الايه الاسلاك سواء الأسلاك النحاس او أليمينيو الاسلاك دي هي ايه مادة موصلة للكهرباء تمام كده طيب علماء أفادوا البشرية من هو يا كوكو توماس أبو شانب توماس إيه توماس أبو شانب لابن تمام أنا بقول على جمو شانب دي طيب أول من اخترع المسبوح الكهرباء المتواهج هو المخترع الأمريكي من توماس ألفا أديسون تمام عندما توفى أطفقت جميع أنوره مصابيح أمريكا حيث أن العالم من قبله كان مصلم تمام هو كده اسمه كامل توماس ألفا أديسون طيب هنشوفي القصة دي بعدين أنا مال أنا وما البابا أنا مالي وما البابا أنا دلوقتي طيب نقول إيه نقول أنواع لا 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 هنقول أنواع المصابيح في طعم أسنان طعم أسنان إيه طعم أسنان إيه طعم أسنان إيه أنواع المصابيح الكهربية عندنا نوعين من المصابيح الكهربية المصابيح المتوهجة ومصابيح الفلوريسينت اسمها إيه فلور فلوريسينت أنا أسمع أن نسمعها فلوريسينت بس عشان ركزت فيها تلغبات تعود المصابيح المتوهجة أه بينطلق منها أه بينطلق منها أه نتيجة توهج سلكي من يبقى ينطلق منها نتيجة توهج سلكي من التنجستين إيه اللي هو ده عند مروري طيار الكهربية فيه إنما مصابيح الفلوريسينت تمام مالها بقى ينطلق منها نتيجة مروري طيار الكهربية خلال بخار أو جايز يبقى بسهولة كده يا جودي سلكي تنجستين متوهجة بخار أو غاس فلوريسينت نقولها تاني يعني اللمبة اللي بتنور عن طريق السلكي تنجستين دي كده المتوهجة لأ بص يا جوجو بيبقى اللمبة دي فيها نوع معين من الغازات أو نوع معين من البخار بيخلي أول ما الطيار الكهربية يعدي فيه تروح كلها منورة من غير سلكي من غير أي حاجة عندنا نوعين من المصابيح متوهجة وفلوريسينت المتوهجة معتمدة على سلك التنجستين الفلوريسينت معتمدة على البخار أو الغاز واللي اتنين بيمر فيهم طيار كهربية دي من غير السلك ما تشتغلش دي من غير البخار أو الغاز ما تشتغلش تمام؟ نكمل باقي درس المصابيح القهربية لأن كده طولنا جدا 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 في العلوم والشاي بلبن بتاعي ياس يلا تعليقا بأختك والشاي بلبن بتاعي ابتدى يبرد نقول لهم للمرة الأخيرة روتين جودي في المذاكرة بيبقى من بعد الساعة تمانية يعني من تمانية لتسعة تسعة تسعة ونص بنخلص اخرنا اخرنا عشرة ونص استعد الوقتية تسعة ونص اه اسمها ايه نينيوم نينيوم ماشي استعد الوقتية تسعة ونص احنا ممكن نقعد لعشرة ونص كمان ساعة لا نكون خلصنا درس المصابيح القهربية الروتين بتاعنا النهاردة كان يوم اه لا 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 والله هو مدرسة ودرس ومذاكرة الحمد لله وانه ولا كان في نادي ولا كان في اي خروجة ولا كان في اي حاجة فوحدة صاحبتنا كلها ما نسرح لاش عراه يرجع يقف مش عرفة ملكش دعوة بيها تمام اه فلا اليوم النهاردة كان حلو اه هو ده روتيني اليوم بتاعنا او بتاع جودي وجادي لما بيكون في مدرسة ودرس ومذاكرة المذاكرة بنبتدي الساعة تمانية او تسعة نخلص عشرة ونص كده ولا حاجة صح دلوقتي هنكمل درس المصابيح القهربية لو خلصنا خلال النص ساعة دي تمام كان بها ما خلصناش ممكن نقعد لحد ايه ممكن نقعد لحد عشرة ونص لا عشرة ونص لان احداشر لازم تبقى جوه السرير جوه الغطاء تمام نشرب الشاي بلبن وناكل الشاتو نقول في حبنا بقى كل اللي بيحب الشاتو والشاي بلبن يكتب لنا تحت في الكومنت تمام ونقول لهم دلوقتي ايه لو عجبكم الشاي بلبن بيتهز يلا باي